الصحف الجزائري مهد غزار زرع الريح فحصد العاصفة كيف ذلك؟ بين ليلة وضحاها قرر الرجل أن يصبح مشهوراً بعد تفكير لا أعتقد أنه كان طويلاً اختار أن يقدم عرضاً مجانياً للتحريد على الكراهية خلال برنامج على إحدى القنوات الجزائرية ماذا فعل؟ هاجم وبشكل مجاني المغرب والمغاربة وأظهر كرهاً وعنصرية لا مثيل لهما تصريحات بل انزلاق خطير لا يمت بصلة لا لأخلاقية المهنة ولا لحرية التعبير ما خلف ردود فعل مستنكرة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بل أكثر من ذلك غزار الذي كان يشارك في برنامج لغاند غير القلاة الفرنسية أغمسي وبما أنه نسي أن الصحافة ليست مهنة لإلقاء خطب العداء المجانية اضطرت القناة لأن تذكره بهذه الحقيقة وتقول له au revoir بشكل نهائي حين تضايدك في النار لا تتوقع ألا تحتارق الأمر لم يقف عند حد الانتحار المهني الذي بتأكيد لم يحسب له حساب بل الرجل مهدد بمتاعب قضائية نادي المحامين بالمغرب تقدم رسميا ببلاغ إلى النياب العامة في باريس لمتابعة الصحفي الجزائري معتبرا أن تعصريحات غزار تعد هجوما على شرف المملكة المغربية وتشجع على الكراهية والعنصرية وتحرد على التمييز مهدي غزار بعدما حشر في الزاوية وبعدما جاءت الفاس في الرأس خرج بفيديو يعتذر فيه للمغاربة لكن حين تطلق السهم لا مجال للتراجع